مواندس سياسر دياب حراك من المنوفية شميني لكم. صح كبه? ان شاء الله. بتزرع هنا خمسين فدان وعامل مشروع تسمين حلو قوي. تمام. عايز حكايتك مع المجرى? والله احنا بدأنا من الارض انه انه الموضوع نساهم فيه موضوع مع الدولة فيه موضوع السرع الحيوانية وبدأنا في الاسسلح الزراعي. انت عرفت مغرى منين شمانة المغرى وانت من المنوفية. ده ان صديق معنا في الشغل برضو. اه. فقلنا الاسسلح في الاراضي طبعا الارض طبعا سعر بتاعها في الاول الرمزي. بس بتحتاج منك جهد وشغل ومساريف وبيتديك قدام. كل ما بتديها هي هتديك. خدتها لكامل ارض هنا اصلا وضع يد. ده تقريبا منتكلم في اكتر من عشر سنين. كان وضع يد كان بقى ساعتنا. منتكلم في حوالي خمسين فدان كانت تقريبا بيتمو خمسين الف جنيه. اه. النهار ده مشاء الله طبعا معلنها عملناه والشغل اللي تعمل فيها جميل. طبعا ربنا شايف صحرة في الاول خالص. طبعا. عشان تتغير بحاجة شغل كتير. ومساريف كتير طبعا. بدأت ازاي بقى الشغل هنا عملت دراس الجدوى. عملنا دراس الجدوى. عندنا تحدي كبير اول مية. بالمية. عندنا المية بس كانت الاول كان عندي مشكلة في المية لانه نسبة المنوحة كان عندي ببير عالية. كانت نسبة المنوحة واصلة معنا تلات تلاف. دي كانت بتخصرنا كتير لانه المنوحة عالية والارض لسه عاوزة شغل. دي ع pasture machawo الفينتاني. ده فمنتروح معاى من الف وخمسمائة الفيون. دعمك عادي ب بير BEER THE 2000 د vid؟ دعمك تقريباً ستين. ستين متر وش المالة دي؟ وش الميل على تلاتة متر ويعني بنتكلم في تلاتشرة متر. بالكامل. اه وش الميل متر تقريباً تلاتشرة متر بالكامل. انا شايف عندك هنا في خليط. اقول تسمين وفي هولوشتاين. هولوشتاين استحمل معك هنا؟ هولوشتاين بيتحويل معي والي استعمال درجة الحرة هنا بيستعمل معها اكتر من الخلج كمان. معقول. بيدي معافة تحويل نسبة عالية كمان ما شاء الله يعني. انت قلت لي انت كنت عامل اول مشروع تسمين فدي ولدات التسمين اللي كانت عالك. دي الجزء اللي ورا ده اللي هو فيه حوالي تقريبا دول حوالي عشر او اتناشر واحد. والجزء ده برضو ولادة ولادة الهولستين نفسها. كنت جايب هنا كموعنا. كنت جايب حوالي تلتاشر راس هولستين حليب. وكنت بقى لقاحهم طبعا تلقيحها. صناعي. صناعي. وام شاء الله عليهم. بس طبعا الموضوع اللي ليلته مش جازف معي هنا. بس بيقعد المسافة بيننا وبين الكهارة. فكان بيخسر معين. بتعتمد على تسمينهم في ايه? بقى تلم على البرسيم الحجازي. ايوان. اللي هو الامريكي. اللي حشيشة بيدي معاها في الارض. تمام. وما جوب برا وتشوف حضرات بنافسك. تزرع على اللي هو البر التاني. على اللي من الفين. وعلى الحشيشة اللي هي البلوبانيك. وطبعا بقى اشتري بقى اللي هي الرادة الكزب وبشتري كمان الشيشة والكلام ده. بس انا عندي كمان الشعير هنا باعتمد عليه للتسمين. والارض ما شاء الله بتدينا الشعير كويس جدا. فبتدينا حاجات كتير مساعدة لان نشتغل التسمين كويس.